أهلا بكم فيديو جديد من قبل ما تشتري الفيديوهاتنا احنا منتكلم فيه عن البرفان قبل ما سياتك تجيبه وانت مش عارف عنه اي حاجة في اي حاجة وتلبسيه في الاخر وتقول يا ريت اللي جاره مكان فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن برفان ناسو ماتو باردون هنتكلم عنه بالتفصيل في الدقيقة جاية واقولك في الاخر هلأ انصحك انك تجيبه ولا لا بس الاول اللي ريت ترزع الخنفاري واحدة سبسكرايب وكتبلي تحت في الكومنتات لو عندك اي برفانت عايزني اتكلم عنها او عملها ريفيو او فيه برفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل وانصحك انك تجيب مين فيهم دلوقتي برضو الخنفاري بقى انستجرام وكيف ريجرانز دلوقتي بقى اونلاين ومتاح في مصر ويلا بينا نبتدي الفيديو نبتدي فيديو النهاردة باول حاجة تعرفها عنا سوماتو باردون ريحة البرفان ده عاملة ازاي هي بصراحة ريحة معقدة وجميلة وفي غاية الروع يعني البرفان فعلا بتكلف قوي هو البرفان تحس ان هو خشبي وفيه عود ومدخن الى حد ما ولكن بيجيلك نوطة شوكولاتة او كاكاو انا معرفش النوتات اللي فيه ايه ولكن ده اجمالا اللي لم يعني ده الناتج النهائي اللي بيجيلي من البرفان ده انت بتاخد حاجة خشبية وفيها شوية شوكولاتة او كاكاو يعني حاجة مسكرة كده لايحة ناحية الجرمو ولكن هو البرفان في المجمل مش جرمو يعني البرفان مش من اللي هو البرفانات اللي بتعوستها كلها او على الاقل بالنسبة لي كده البرفان يعني الاحترافية في صنعه حلوة قوي البرفان بتحس برضو ان فيه حتة بودرية كده يعني واخدها في حتة فخامة بودرية زي يعني هي مش زي برادة لوم ولكن هي في نفس الاتجاه فالبرفان ليه تعقيد خاص بيه البرفان ليه شخصية منفردة خاصة بيه زي كل برفانات ناسوماتو بصراحة برفانات ناسوماتو من البرفانات اللي يعني دايما بيفكروا خارج الصندوق تماما فداما البرفانات الجميلة اللي ريحتها مش هتعجب كل الناس خلي بالك البرفان ده مش هيبقى مرضي لجميع الازواء لازم تجربه الاول قبل ما تجيبه اولا عشان سعره ثانيا عشان الستايل العام بتاع البرفان ده ممكن ما يكونش مناسب لكل الناس ولكن هو في المجمل الجودة بتاعته عالية جدا البرفان معمول باحترافية جديدة الاخراج العام بتاع البرفان من اروع ما يكون وانصحك بشدة ان انت تجربه نروح لتاني حاجة تعرفها مع البرفان ده الا وهي البرساتيليتي تستخدمه امتى وفين وازاي وهل هو يصلح لفصوله مناسبات كتير ولا هيحجمك شوية في مواقف معينة هو البرفان ده يصلح اكتر لفصل الشتاء مناسب جدا للخروجات المسائية مناسب جدا لاجواء البردة ما ينفعش فصل الصيف طبعا ده في تقديري انا الشخصي انت لك المطلق الحرية ان انت تستخدم اي برفان في اي وقت ولكن خليك يعني حسيس شوية خليك مقدر للي حواليك لان انت لو استخدمت برفان تقيل شوية في فصل الصيف هتسبب لنفسك ازعاج وهيعمل كلاش مع الموقف وهتسبب للي حواليك ازعاج ومش هيبقى مناسب فالبرفان ده يعني يمكن ميال شوية الاجواء البردة والاجواء الشتوية مناسب للخروجات المسائية مناسب للمناسبات الخاصة مناسب للديتس مناسب لان انت عندك خروجة مهمة مثلا ومحتاج برفان فخم ليه ستايل خاص بيه وليه ستيتمنت معينة هيديها يبقى البرفان ده مناسب قويل كده لكن هو مش مناسب لاجواء الصيفية مش مناسب للجو الحر هيبقى تقيل شوية على الجو الحر طبعا في تقديري الشخصي ولكن زي ما قلت لك اللي كمطلق الحريات تستخدمه وقت ما انت عايز ولكن دي حاجة شخصية يعني ترجع لزوءك وترجع لتقديره نروح لحاجة مهمة مع البرفان ده قاله وهي عمل الاطراءات هل البرفان ده هجب لك اطراءات هل الناس هتلاحظ البرفان ده بالفعل البرفان ده هجب لك اطراءات كتير جدا وهيفتح كلام كتير لان جودته عالية قوي سانيا البرفان ده فهتحس ان هو مش فوح قوي ولكن هنتكلم عن الفوحان والسابات في الحتة اللي جاية ولكن البرفان ليه شخصية غريبة يعني انت لما بتعدي جنب اي حد وهيلاحظ ريحة البرفان ده هيفتح معك كلام هيسألك عن نوع البرفان اللي انت حطه لان البرفان ده تويست غريب ما بين حاجات المفروض ما تركبش على بعضها ولكن هم قدروا ان هم يعملوها فالبرفان ده هيجيبلك اطراءات لو انت من محبي الاطراءات البرفان ده بجودته هيجيبلك اطراءات فيعني ده ممكن يعتمد عليه اعتماد كبير نروح لأهم حاجة مع البرفان ده قاله وهي الأداء هل الأداء البرفان ده كويس ويعتمد عليه على مدار اليوم ولا اي كلام لا البرفان ده أداء كويس جدا خصوصا السبات سبات البرفان ده كويس قوي لأن تركيزه إكستري دي برفان فهتحس إنه هو يعني بيلزق في الهدوم وبطلعش منها حتى بعد ما تغسلها كمان ولكن الفوحان بتاعه مش أقوى حاجة مش من البرفانات اللي بتملأ القوضة مش من البرفانات اللي بتعمل صياح وإعلان إن هي وصلت لا البرفان ده أهدى من كده البرفان مكتوم شوية ولكن برضه ملحوظ يعني البرفان مش لازم تشم يعني الناس تشمك على يعني مش لازم يقربوا منك كوي مش لازم يحبنوك عشان يشموا البرفان ولكن هو البرفان شخصي شوية الفوحان بتاعه مش أقوى حاجة ولكن السبات ممتاز 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 بيعود بالأيام وحتى بعد ما بتغسل هدومك بتلاقي إن البرفان لسه فيه بتاعته موجودة أو لسه فيه يعني اللمحات بتاعت البرفان موجودة فالبرفان سباته ممتاز فوحانه مش أقوى حاجة ولكن طبعا ده حاجة تتوقع من إكستراد برفان نروح لآخر حاجة خالص مع البرفان ده قالوا وهي سعره وهل أنصحك أنك تجيبه ولا لا سعر البرفان ده للتلاتين ميلي حوالي مية وخمسين مية وستين دولار البرفان غالي شويتين تلاتة فأنت لو عملت الإكويفلنت للميت ميلي هتلاقيه تقريبا ملامس في يعني ربعمائة وخمسين خمسمائة دولار طبعا ده بيختلف على حسب أنت بيجيبه منين ويجيبه إمتى وهل في ديسكاونس ولا لا والكلام ده كله ولكن في المجمل البرفان مش برفان رخيص فنصحتي ليك أنه أنت ممكن تجربه وتتأقلم عليه الأول وتشوفه مناسب ليك ولا لا خلي بقى برضو البرفان ده قديم شوية ولكن مش منتشر الانتشار الرهيب فالبرفان ده ليه ستايل كده مع نفسه هيخليه مميز فلو أنت من هوات التميز ويعني تميز فخم وبجودة عالي قوي يبقى أنصحك أن أنت على الأقل تحط البرفان ده في اعتبارك جربه الأول قبل ما تجيبه لأنه زي ما قلت لك مش هيرضي جميع الأزواء مش لكل الناس ولكن برفان جميل جدا ويستحق الذكر ويستحق الاغتناء ويستحق حتى يعني لفت الانتباه ليه لأنه فعلا من البرفانات الجميلة ترجمة نانسي قنقر